أمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ترجمة نانسي قنقر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حياكم الله إخوة الإيمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة طيبة مباركة من برنامجكم رسول الله والذين معه نكمل وإياكم أيها السادة الكرام بعد أن تكلمنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان والحقيقة أننا تناولنا في كل خليفة وحياة سيدنا علي رضي الله عنه لنورد أو نبين العلاقة الطيبة التي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم ها نحن اليوم نفرد حلقة خاصة لسيدنا علي من هو علي أعتقد أن علي أشهر من أن يعرف بلا شك هو سيدنا علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو الحسن وأبو السبطين زوج البتول وابن عم الرسول كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي تراب كان رضي الله عنه شابا قد تبنى تربيته فترة من الزمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لذلك لم يشرب خمرا ولم يسجد لصنم بمجرد أن شب في شبابه اتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه لذلك هو أول شاب في الإسلام عليه سلام من الله ورحمه إنه ابن عم النبي وأنه كذلك يعد من أهل البيت بل سيد أهل البيت رضي الله عنهم وهو من كرم الله وجهه الذي لم يسجد لصنم يا شيخنا الكريم مناقب سيدنا علي أعتقد أشهر من أن تعرف ولكن يعني ماذا تقول في حقه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والله ما أقول إلا ما قال رسول الله في سيدنا علي رضي الله عنه عندما قال إنه يحب الله والرسول ويحبه الله ورسوله وهذه منقبة عظيمة كما قال ابن تيمية ولا شك أن علي رضي الله عنه ممن يحب الله والرسول ويحبه الله ورسوله وتبقى هذه المنقبة إلى قيام الساعة رغم كل الأعداء بألسنتهم وحقدهم وحسدهم لهذا الرجل العظيم المغوار الذي بفضل الله تعالى إذا رآه في ذلك الزمان كافر أصبح كالحمار كما يقول أدباء الكافرون أمامه كالحمر المستنفرة فرت من قسورة هذا يا شيخ الرجل عجيب غريب يعني وقد يقال إنه تفرد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم بالذكاء النابغ المحيط بكل جوانبه بالحكم بالبلاغة بالفصاحة بالقضاء بالشجاعة صف ما تريد لهذا الرجل العظيم الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وعطاه بضعته صلى الله تعالى عليه وسلم بل نهى علي أو عليا أن يتزوج على فاطمة كما تقدمنا سابقا أن يتزوج عليها وهذا يدل على مأثرته ومنقبة هذا الرجل العظيم يا شيخ يكفيه فضلا رضي الله عنه نحن نستطيع أن نتكلم ما تكلمنا عن الخلفاء الراشدين من قبله ولكن يكفيه فخرا لو نظرنا إلى كل نبي وإلى كل إنسان فضلا عن الأنبياء رضي الله عليه الصلاة والسلام كل نبي قد حفظ الله نسله بصلبه إلا نبينا صلى الله عليه وسلم قد حفظ الله نسله بصلب عليه هذه مسألة يعني لو ينتبه إليها لوجد العجب يعني الله جل وعلا ما حفظ نسل النبي صلى الله عليه وسلم بأولاده كل أولاده ماتوا إلا فاطمة رضي الله عنها وعليه السلام التي هي زوج علي إذن حفظ الله نسل النبي صلى الله عليه وسلم في صلب علي وأولاده وهذا تدل أيضا على منقبه عظيمة وإلى الآن يا شيخ عندما يذكر آل البيت يذكر معهم رسول الله وإذا ذكر رسول الله يذكر معهم آل البيت حتى أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليهم في صلواتنا اللهم صلي على سيدنا محمد وآل محمد وهذا تدل على منقبة عظيمة لهذا الرجل الفضائل كثيرة والمناقب والمآثر يعني عندما قال رسول الله أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ولا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق نعم يقول سيدنا علي رضي الله عنه عن نفسه والله ما أحبني إلا مؤمن وما بغضني إلا منافق ويقول عليه الصلاة والسلام كذلك من سب علي فقد سبني هذه من أشهر الأحاديث التي ذكرت في حق سيدنا علي رضي الله وشيخ عندما قدمنا زواجه من السيدة فاطمة قال لها رسول الله لفاطمة إني زواجتك أقدم رجل سلما وأعلمهم علما وحلما نعم وأحب أهل بيتي إلي الله يعني نفهم يا شيخ عقيدة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم فضلاء وأفضلهم سيدنا علي نعم يا البيت أفضلهم سيدنا علي رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه شيخنا الكريم يعني الحقيقة أن سيدنا علي رضي الله عنه كان كذلك يشتهر بالخطب الجماء العصماء التي لا يرى مثلها سبحان الله شجاعته كانت نادرة حتى قتل أشجع العرب عمر بن ود العامري كان داحيا لباب خيبر حكمه ما زالت تتلى على ألسنة الناس فقهه شهد به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده لا سيما الخلفاء الراشدين شعره كان وما يزال من أعظم وأجمل الحكم التي تطرأ بين شعراء الأمة الإسلامية بل وغيرهم وأخذ منها الشافع نعم بل ومن أشهرها الزينبية التي في مطلعها صرمت حبالك بعد وصلك زينب والدهر فيه تصرم وتقلب يتكلم رضي الله عنه عن أمور عدة زهدية ورقائق جميلة وحكم عظيمة حتى يقول دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وبكها يا مذنب وخشى مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب والليل فاعلم والنهار كليهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب ثم بعد ذلك ينصح الناس والإخوان فيقول لا خير في ود مرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يحلف إنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب ثم يختم يا شيخنا قصيدته بقوله ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي والنصح أغلى ما يباع ويوهب هذه كلمات سيدنا علي رضي الله ولك حكمة أخرى من سيدنا علي وهو يبث الهمم في قلوب الشباب وفي قلوب العلماء وفي قلوب الأمة يقول بقدر الكد تكسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي تروم العزة أي تريد العزة ثم تنام ليلا يخوض البحر من طلب الليالي وإذا عاش الفتاة ستين عاما فنصف عمره تمحقه الليالي وربع العمر لا يدري أيقضى بيمين أو شماله وربع العمر شيب وشيب وتفكر بالعيال فحب المرء طول الحياة قبح وقسمته على هذا المثال الله أحسنت أحسن الله إليك يا شيخ هذا الرجل العالم الكبير العظيم الشجاع الشهم صاحب التقوى والورع بل صاحب الزهد الذي كان يلبس المرقع وكانوا يقولون له لم تلبس هذا يا أمير المؤمنين قال إن قلب المؤمن إذا خشأ اتبعه بدنه هكذا كان سيدنا علي الملك يعني القلب هو ملك إذا خشع القلب أطاعت الجوارح ثم في يوم من الأيام يوضع في مأدوبته أمامه على الطعام يوضع خبز من شعير خلي نسمع إحنا كلنا لا أقول يسمع المشاهدون نحن أنا أول الناس من نأكل أصنافا وألوانا من الطعام ثم قد لا نشتهي هذا ونرفض هذا ونفسق على هذا أنصح التعبير ها هو سيدنا علي يوضع له ثلاث أنواع من الطعام شنوه أنواع الطعام تصور يعني شنوه أنواع الطعام خبز شعير الله وزيت وخل خبز شعير وزيت وخل أتدرون ماذا يقول سيدنا علي وضع أمامه هذا الطعام البسيط جدا لينظر إليه وتسيل دموعه من عينيه ثم يقول وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ الله هذا كلام سيدنا علي صاحب الزهد الله أكبر يعني يا شيخ وكان رئيسا للدولة في ذلك الوقت خليفة المسلمين لم يكن محكوم لكن كان حاكما كان حاكما في ذلك الزمان مرة يصعد على المنبر ويقول للعام من يشتري هذا السيف لعام المسلمين من يشتري هذا السيف والله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته شيخ خليفة رئيس دولة يقول للناس لو كان عندي ثمن يعني إزار ما بعتها فقال أحد الناس يا أمير المؤمنين نصفك ثمنه يعني نعطيك ثمنه يقول فسكت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حتى قال عبد الرزاق صاحب المصنف كامت له الدنيا كامت له الدنيا كلها إلا الشام يعني سيدنا علي كان عنده الدنيا بأموالها ونسائها ومردانها وشبابها وأموالها لكنه رضي الله تعالى عنه أبى إلا أن قال يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثا طلقتك ثلاثا وفعلا قد طلقها سيدنا علي وهو الذي يقول أنا الذي أهنت الدنيا لا تكبرا ولا عجبا ولكن حينما قدم إليه الفالوذج وهو نوع من الحلوى قال والله إن نفسي لتشتهيه ولكنني أخاف أن أحرمه في الآخرة الله إني أخاف أن أحرمه في الآخرة ثم يذهب إلى السوق في يوم الأيام وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين سيد المؤمنين يومه يذهب إلى السوق ويأتي بشيء من الطعام ثم يأتي بعض الشباب والغلمان ليأخذوا تلك الحاجات يحملونها عنه يقولون هاتها يا أمير المؤمنين يقول لا صاحب العيال أحق بحمله الله أحق بحمله يوم عيد يا شيخ وتعلم أن الأعياد الناس يهرعون إلى الملابس وإلى الطعام الشهي وهو من ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة يأتي يوم العيد ويأكل خبزا يابسا يابس ثم يأتي إليه بعض الولاة ويقول له يا أمير المؤمنين هذا يوم عيد وتأكل هذا الخبز اليابس قال العيد لمن قبل صومه الله أعلم وشكر سعيه وغفر ذنبه نحن في عيد ما زلنا أن نطيع الله تعالى وكل يوم نحن في عيد ما دمنا موحدين لله تعالى وهذا قياس وهذا مثله قاله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يوم جاءت بنته فقالت يا أبتي ها هو العيد قد أقبل وليس عندنا شيئا نلبسه قال يا بنيتي العيد ليس لمن لبس الجديد الله لكن ما العيد لمن خاف يوم الوعيد الله هذه المدرسة يا شيخ المحمدية نعم اللي رباهم عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق سادوا الدنيا وقادوها الله بالتواضع بالزهد بالورع بخوفهم من الله نعم ومع ذلك اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله لم يسلموا من الطعن فيهم ولم يسلموا من التقول في شخصياتهم وفي إيمانهم والله حتى يفهم الناس أن الذي يتكلم عليه سواء كان شرا أو خيرا وخاصة ولا سيما للشر يدل على كماله لأن الله تعالى انفرد بالكمال صدقت فالله تعالى يريد أن يكمل هؤلاء الأشخاص بنظر الناس إليهم نظرة استدراء لذلك تكلم على رسول الله وتكلم على الصحابة ومن ضمنهم سيدنا علي وعثمان وعبكر لكنهم الله تساوت عندهم الأضداد وهذا مثل ما تفضل الدليل قاطع على كمالهم ودليل على نقص من طعن فيهم لأن وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل فاصل ونواصل ترجمة نانسي قنقر شيخ هلأت حفتنا يعني بفضيلة من فضائله أخرى يعني رضي الله عنه نعم صارك الله فيك ويبشر في يوم من الأيام سيدنا علي أن بيث المال قد فاض من الذهب والفضة والشعير والأطعمة للفقراء بفضل الله ثم قال هاتوا بي فذهب بفضل الله يقول لما فتح الباب وجد نعيم الدنيا وهذه رسالة لمن يسمع وجد نعيم الدنيا بملذاتها وقال يا علي هذا ليس لكه الأصفر والأبيض والطعام وهذا الملبس العظيم ليس لكه غري غيري يا دنيا يقول فأمر جنوده أن يكنسوا البيت يكنسوا ماذا معنى ما تيوزع كله في سبيل الله يقول فلما جعله سيدنا علي بيت المال فارغا يقول أنضحوا عليه الماء فنضحوا عليه الماء ثم قال صبوا علي الماء أي توضأه ثم صلى ركعتين لله تعالى شكرا على أن الأموال كلها أموال المسلمين أنفقها في سبيل الله واليوم يا شيخ يعني المعامل والخزاء المملوئة وهم لا انفقونها على فقراء الله تعالى ولهم انفقونها على شيء استفادوا منه المسلمون والله تعالى المستعى الله يبارك فيك يا شيخ هذه طبعا حياة سيدنا علي يعني لو أردنا أن نخوض فيها لما كما قلنا لما وسعتنا الحلقات لأن كلام عظيم يعني ذول يا شيخ والله يعني هم قدوة للقدوة هم قدوة للقدوة يعني والله أتعب من جاء بعدهم لذلك يا شيخ صدق أنه صلى الله عليه وسلم حينما قال قال والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه الله مستحيل لأن كانوا ينفقون على فقرهم على فقرهم وعلى حاجتهم نعم لا ومو بس هاي شيخ يعني وإنما هناك مسألة يعني نحن نرى أن الفتن زادت في عهد عثمان وعلي لماذا حينما كانوا في زمن النساء صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر الفاق والعالة والحاجة كثيرة كان الناس منشغلين بكثير من أمور الجهاد والعبادة والكذا لكن حينما استتبت الأمور وتوسعة الرقوع الجغرافية والإسلامية وبسط المال بين الناس بدأ الناس ينشغلون بالفتن هذه مسألة مهمة ورسالة إلى جميع من يتولى أمور الناس عليه أن يداري الناس على قدر عقولهم والنبي صلى الله عليه وسلم صدق في قوله عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وفتعت الدنيا الآن وكان ينبغي على الولاة وعلى المسلمين إذا فتح الله تعالى عليهم الضيق أن يحمدوا الله تعالى كما أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يذكروا النعمة لا بد أن تذكر النعم حتى يدومها الله تعالى عليك وعن جابر أن رسول الله جالس كان جالسا فطلع رجل فقال يطلع عليكم الآن من تحت هذا الصوري رجل من الجنة فإذا هو أبو بكر واستمشر أبو بكر بهذه المنقبة قال رسول الله ثم يطلع عليكم رجل胸 من تحت هذا الصور رجل للجنة وإذا بعمر ابن الخطاب ثم بعثمانة رضي الله تعالى عنه فرسول الله يتوهج قلبه يريد عليا كما يقول أهل السير يقول اللهم إجعله عليا فقال لصحابته يطلع عليكم الآن رجل من تحت هذا الصور من أهل الجنة اللهم إجعله عليا وإلى بعلينا رضي الله عنهم لا شك يا شيخ أولاء الذين سبقت لهم من الله الحسن رضي الله عنهم ونسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة بحبنا لهم لا نقول بعملنا قبل أن نخوض يا شيخ في الفتنة يعني أود أن أذكر المشاهدين ذكاء سيدنا علي ويا ليس عندك شيء تتحفنا به نعم مرة من الأيام جاءه أعرابي فقال له يا أمير المؤمنين والله رأيت كلبا وطئشات ثم بعد زمن أولدت هذه الشات ولدا فهل هذا الولد كلب أم شات انظر إلى مقامي ورفعة وعلم سيدنا علي قال له هذا يقاس بالأكل اذهب وانظر إذا أكل لحما فهو كلب وإذا أكل علفا فهو شات قال له يا أمير المؤمنين وجدته يأكل كلبا ويأكل لحما ويأكل علفا سبحان الله قال إذن ينظر إلى شربه إن ولغ في الماء فهو كلب وإن شربه شربا مصا يعني مصه مصا فهو شات قال رأيته مرة يمصه ومرة يولغ سبحان الله قال سبحان الله قال إذن انظر إذا مشأ خلف الشياه يعني الشات فهو كلب وإذا مشأ أمامهم فهو شات قال مرة رأيته يمسي خلفها ومرة يمسي شيء محير قال إذن انظر إليه إن جلسه وأقع يعني يقعوا الكلب أجلكم الله فهو كلب وإذا بركه يعني بروك البعير فهو شات قال رأيته في الحالتين سبحان الله قال إذن اذبحوا سبحان الله اذبح هذا الولد فإن وجدت في بطنه كرشة فهو شات وأن وجدت في بطنه معده فهو كلب يقول فبهت الأعراب على قوة وعلم سيدنا عليه بياء وذكاء شيخ الأولاء ملهمون من الله جل وعلا نعم شيخ هذا الإنسان الذكي القوي الشجاع الزاهد العلي رضي الله عنه وأرضاه حل تتصور أنه كان حريصا على الكرسي يعني يوم يوم إن صح التعبير إن صح التعبير يوم استمات من أجل أن يدافع عن سيدنا عثمان نعم ويوم وضع فلذتي كبده الحسن والحسين على باب سيدنا عثمان نعم ثم لم يستطع نصرته ثم جاءه الناس حينما قتل عثمان وقيل له لقد قتل هذا الرجل الله لقد قتل عثمان وها هي الحكومة لك وها هي الأمارة لك جاءتك تسعى ولن تسعى لغيرك يا علي فأنت أفضل الناس عندنا ماذا يفعل يهرب سيدنا علي الله وهذا طبعا خلق جدا عادي نعم يعني أنت الآن لا تتفاجأ من هذا الكلام لأنك قد علمت من زهده وورعه ولكن إن كذبت هذه القصة فكأنك كذبت كل ما قبلها يهرب سيدنا علي لأنه رضي الله عنه يرى أن الخلافة تكليفا لا تشريفا ثم يقول والله إني لكم وزير خير مني لكم أمير والله لن أخرج ولن أبايع أحدا ولا أريد أحدا أن يبايعني ثم دخل في بيته وأغلق على نفسه الباب وما زالوا يصرون كبار الصحابة وصغار الصحابة يركضون إليه لاهثين حتى قال فإن أبيتم فلا حول ولا قوة إلا بالله ولكنني لا أبايع في البيت سرا بل أنا الذي أبايع في المسجد علنا وذهب إلى المسجد وقام خطيبا حتى بايعه الصغار والكبار ولكن أهل الفتنة لم يسكتوا الله بنصك هذا يعني يستنتج وتكون عندنا ثمرة طيبة أن سيدنا علي من ذلك الزمان في فترة أي بكر عندما استلم الخلافة لم تكن الخلافة قط في قلبي أبدا والسحيل بدليل أنه جاءته ثم رفضها رفضها بل ألحه عليه وهو قال والله اجعلوني وزير أحسن من أن أكون أمير لأنني لا أستطيع الأمار لأنه علم أنه نظر في حياتي وفي كلامي وتصرفي فوجد نفسه ناجحا في الوزارة في القضاء في الحكم في الفقه في الدلالة في السمع والطاعة والعون ولكن أن يكون أميرا هذا أمر ميليق بي وهو سيد الناس يومها سيد الزهاد سيد العباد الذي يخاف الله كان لا يذكر أمامه شيء صغيرا ولا كبيرا إلا وذرفت عينها دم معه يا شيخ كان كثير البكاء رضي الله عنه يا شيخ إذن الرجل البارع الرجل البارع من أن يزين الخلافة لا الخلافة تزينه كما نراها في هذه الأزمنة أن علي رضي الله تعالى عنه عندما استلم الخلافة كما قال أحمد بن حبل قلناها مرة يا شيخ أنه تخاصم رجلان هذا يقول الخلافة لأبي بكر وهذا يقول الخلافة لعلي وكأن هذين الرجلين يحبان الدنيا ومتاعها وبناتها ونساءها فقال لهم يا هؤلاء أرأيتم أن علي زينته الخلافة أم علي زين الخلافة الله هو الذي زينه هو الذي زين الخلافة فأنا أتباهى عندما يكون سيدنا علي خليفة ولا أتباهى من علي أنه كان أتباهى الخلافة لأن فيها سيدنا علي لا علي عندما دخل في الخلافة ارتفعت مرتبة الخلافة الآن الخلافة كثيرون لكن من يأتينا بمثل هذا الرجل العظيم الوطيد شيخ ثم هذه هي أخلاق أهل البيت ها هو سيدنا علي لم يكن حريصا وها هو الحسن من بعده حينما تنازل ثم تبقى كل أهل البيت سبحان الله لا يرغبون بالخلافة كونها خلافة قوم إلا إذا كانوا في سد ذريعة أو في تصرف يرونه حقا كفعل سيدنا الحسين وسنتناوله في حلقة لاحقة إن شاء الله هذا قربة نعم شيخ وإلا أهل البيت بحد ذاتهم يعني كل من ينتمي لأهل البيت المفروض لا يكون حريصا على الكرسي الله وهذه رسالة إلى جميع من ينتسب لأهل البيت ثم هو حريص كل الحرص عن الكرسي خالف أجداده إذن بدليل يا شيخ أن الإمام المهدي عليه السلام حينما يظهر في آخر الزمان يقول فيحبسه الناس بين الركن يعني ركن الكعبة والمقام ثم يلحون عليه حتى يبايعونه عنوة يعني غصبا عنوة يبايعون هاي أخلاق الصحابة وأخلاق أهل البيت إذن قوم خلقهم الله للآخرة أبدا ليس للدنيا أبدا بدليل الزهد والعلم والأخلاق محمد الباقر يعني نذكرها طريفة حتى بن تيمي يقول والأصحة أنه عندما لق الباقر لأنه بقر العلم بقرا ما شاء الله وقيل أنه من كثرة سجوده أصبحت هنا بقرة عنده يعني شيء يقول لكن الأصحة أنه بقر العلم بقرا لأنهم يا شيخ التهوا بعلم الله تعالى وبالسهد وبالإيمان شيخ سيدنا علي رضي الله عنه تولى الخلافة وواجه مواجهات عظيمة وفتن زخمة عليه جدا أعانه الله ورضي الله عنه وكان كل يوم يبكي بكاء الثكلة إلى الله عز وجل يتمنى أن يخلص من هذه البلاء أو من هذا البلاء الذي صب عليه هناك علامة استفهام كبيرة جدا 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 لماذا تقاتل سيدنا علي مع السيدة عائشة أولا نريد أن نسأل هل مقاتلة مؤمن لمؤمن يعد كفر أحدهما وإسلام الآخر أم قد يقتتل المؤمنان نريد الجواب منك قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جيد لو قلنا أن المقاتل أو الذي أخطأه كافر لما سمى الله تعالى في كتابه مؤمنين جيد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما يعني الأمر فيه جواز يعني بمعنى أن هناك مؤمنين سوف يقتتلون فيما بينهم لأمر كل إنسان أراد مسألة في عقله وفي قلبه فراها حسنة جيد فقاتل من أجل هذا الأمر الذي في قلبه إذن القاتل والذي يقاتل عليه كلاهما مؤمنين أو مؤمنان إن صح التعبير إن أرادوا النية الصافية التي ليست لها علائق في الدنيا نعم يعني باجتهاد يعني عن تأويل نقول اجتهاد لكن قد يسأل أحد الناس أما العوام عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاتل المسلم بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار كما قلت قبل قليل هذه للدنيا أنا حريص على قتل صاحبي وهذا حريص على لأجل دنيا لأجل دنيا لأجل مال لكن سبحان الله تعالى إذا كان القتال واجبا في ذاك الزمان يجب علي أن أقاتل لكن ماذا قال رسول الله من قتل دون مالي فهو شهيد فأصبح عبد الله تعالى المقتول ولم يصبح عبد الله تعالى القاتل سيدنا علي يا شيخ هو العالم وهو الحكيم قبل أن نصل إلى هذه الفقرة الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل إذن لم يزل الإيمان عن كل واحد منهما ثم ليس الاقتتال فقط وإنما حتى البغي يعني الظلم يعني قد يظلم المؤمن المؤمن ولا يزل عنه الإيمان قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي مع عدم زوال الإيمان عنه كذلك حتى تفيئ إلى أمر الله ونحن يا شيخ إن قلنا هذا الكلام سنتكلم عنه بإسهاب ولكن بعد الفاصل فانتظرونا موسيقى 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 عود أحمد إخوتي نكمل معكم قصة الفتنة التي جرت بين السيدة عائشة وسيدنا علي نعم يا شيخ نعم يا شيخ فالإيمان لا ينسلخ بمجرد الكبيرة يعني على سين المثال ارتكب معاوية كبيرة مع سيدنا علي بالقتال وهذا متفق عند أهل السنة والجماعة وكل إنسان قد يرتكب الكبيرة لا نقول إنه قد انسلخ الإيمان من قلبه وهذا رأيه الخوارج الإيمان يا شيخ يزيد وينقص تدخل عليه الكبيرة يزيد بالطعات وينقص بالمعاصي نعم فأصبحت بفضل الله تعالى الفئتاني مؤمنتين بفضل الله تعالى لكن عندنا إصابة وعندنا خطأ هذا ما نتناوله إن شاء الله نعم يا شيخ نحن لا نريد أن نتكلم عن الموضوع بمسألة اعتقادية نعم نحن إذا أردنا كمسألة اعتقادية رسالة للمجتمع الذي يشاهدنا الآن نعم نريد أن نقول السيدة عائشة والزبير وطلحة اجتهدوه نعم فلهم أجر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول للمجتهد إن أصاب أجران وإذا أخطأ أجر أجر واحد وسيدنا علي كان مصيبا وله أجران إن شاء الله نعم سيدنا علي رضي الله عنه كان صاحب حق ومعاوية رضي الله عنه لم يكن صاحب حق نعم وكل الناس تقول الحق مع علي هذه مسألة اعتقادية فرغنا منها لا نريد أن نناقشها نعم رضي الله عن الجميع ونسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة في الآخرة آمين ولكن يا شيخ كيف حدثت الفتنة يعني من الذي أتى بالسيدة عائشة من المدينة المنورة هي والزبير ومن معها إلى سيدنا علي وكيف حصلت المعركة باختصار نعم شيخ عندنا فارق زمني يعني نقول أصل الفتنة مع معاوية ما هي عندما قتل عثمان ظن الناس أن علي له يد والمسألة الثانية معاوية قال لا أبايع علي حتى يسلم علي قتلت عثمان جيد جيد أولا قتلت عثمان كانوا مبهمين في ذلك الزمان وعلى الأمير لا يستطيع أن يأتي بالقتل لأنه ليس بأمير يعني حتى يبايع يعني كيف معاوية يسأل علي أن يسلم قتلت عثمان ولم يكن خليفة قال له سيدنا علي باتفاق أهل السنة والجماعة هذا الكلام قال يبايع أهل الشام علي حتى نسلم القتلة وهم لم يكنوا أمام سيدنا علي لم يكنوا أمام سيدنا علي فعند ذلك حصة المقناشي شيخ هناك مسألة أخرى كذلك الغافقي الذي تولى قتال سيدنا عثمان ورضي بقتله وتبعه قوم كثير حتى قال أو قيل عفوا عشرة آلاف مقاتل يعني كانوا يملؤون المسجد النبوي ومساجد الأمة يملؤونها يعني شوف مثل ما تفضلت هذه الرسالة نريد أن نوصلها إلى الناس أولا سيدنا علي لماذا لم يسلم قتلت عثمان أولا إنه قال لمعاوية إني لست خليفة إذا وليت الخلافة وباعتني أنت ومن معك سأعطيك بحثنا بحثنا المسألة الثانية أنهم مبهمين لا يستطيع أن يشخصهم ثالثا مناصريهم كثر وإذا أراد أن يقتل جميع المناصرين فعليه أن يشطر الأمة الإسلامية شطر عظيم لا يمكن رأب هذا الصدع العظيم لذلك توقف تأخر سيدنا علي عن البحث عن قتاء مقاتلي سيدنا عثمان حتى يمكن الأمة الإسلامية في ذلك الوصد ويستتب الأمر ويكون الوضع هادئا بفضلتها يا شيخي هذه مسألة أخرى الخليفة الآن لما كان سيدنا علي خليفة فقط مسألة القتلة لا طبعا أموال الدولة العسكر الجنود كلها برأس هذا الخليفة يعني مثل ما نوباتي تولى أحد الأمراء أو المحافظين أو كذا فد محافظة ما أو فد ولاية ما رأسنا يقول ليش ما سوى كذا ليش ما سوى جوانب كثيرة يعني بس عدة تبليط الشوارع بس الماء بس الكهراء هي مشاكل الدولة كثيرة جوانب كثيرة يا شيخ كيف في ذاك الزمن إلا بالتوفيق من الله ويسأل الله تعالى ذلك ولولاة الأمور فلما استدى القتال كما قلنا لا نريد أن نخوض حديث بها ضعيفة وموضوعة وبها اتهامات لكن نريد أن نختص الاختصار شديد بالضبط نقول سيدنا علي كما قال بمتهمية واتفق أهل السنة والجماعة على أن علي كان مصيبا ومعاوية رحمه الله كان مخطئا والمخطئ كما قلته له أجر كما قال رسول الله وله أجر وهذا تأويله واجتهاده لكن الحق كل الحق أن سيدنا علي كان مصيبا جيد الآن أنت تكلمت عن صفين عن معركة معاوية رضي الله عنه مع علي عليه السلام نحن نسأل نعود بالسؤال ما الذي جرى بين عائشة أم المؤمنين وسيدنا علي هذه نقول صلب الفتنة في بدايتها مع معاوية لما رأت السيدة عائشة أن القتال ما دام في جنود المسلمين وفي معاركهم أولت قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة بصدقة أو إصلاح بين الناس في آخر الآية فقالت ما هو ذنبي أن أجلس في بيتي وعليم ومعاوية المؤمنان يقتتلون فجاء عليها الزبير وطلحة وبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج للإصلاح يعني هذه مسألة جدا مهمة يا شيخ والتاريخ يتكلم ويسل لعابه بهذه المسألة شيخ أريدك أن تتكلم عن هذه المسألة سريعا حتى لا ينتهي الوقت لأن هناك رسالة كل مهم نريد أن نوصلها إلى الجمهور لما جاءت سيدة عائشة انخرط المنافقون والخوارج والسبائيون على هذه المسألة لأن المسألة فعلا إذا تدخلت سيدة عائشة مع عثمان عفوا مع علي ومعاوية انتهى الأمر هم يريدون يسعلوا نار الفتنة ويضرمونها أتى قوم على عسكر علي قال له عائشة جهزت جيشا من المدينة سوف تقاتلك وعائشة كذلك قال له علي سوف يقاتلك جاء الليل سبحان الله وتطائرة الرؤوس والأفئدة والفتن حتى أسلت السيدة عائشة بارك الله فيك شيخ هناك مسألة كل مهم السيدة عائشة رضي الله عنها عند مقدمها إلى الكوفة وقفت عند ماء يسمى هذا الماء ماء الحوأب يقول فعوت كلاب فقالت ما اسم هذا الماء اسمعوا أيها المشاهدون اسمعوا هذه المعجزة المحمدية قالت ما اسم هذا الماء قيل لها هذا ماء الحوأب كما يسمى فبكت السيدة عائشة فقالوا لها الزبير وطلحة رضي الله عنه ومن معها قالوا ما الذي يبكيك يا أمنا قالت والله إن رسول الله قال لي يا عائش إنه ستعوي عليك يوما كلاب الحوأب فبكت رضي الله عنها وأبكت من حولها وقالت لأعودن الآن إلى المدينة راح أترك الموضوع لكن الزبير رضي الله عنه ايش قالها قال يا أمنا إنك والله ما خرجت إلا بنية الإصلاح الله قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فعلينا أن نكمل مشوارنا بالفعل التقت السيدة عائشة بسيدنا علي واصطلح وفهمها وجهة نظره طبعا سيدنا علي مضطر أن يلتقي بالسيدة عائشة لأن ما كن بزمن أنترنيت ولا أكو هاتف ولا نقال ولا موبايل ولا فضائيات فلذلك لابد أن يأتي أهل المدينة إلى الكوفة وأهل الكوفة إلى الشام إلى آخره فالتقي واصطلح على ذلك وقنعت السيدة عائشة رضي الله عنها ومن معها ثم قفلت عائدة إلى المدينة في الطريق إذ لهم عليهم الظلام فعرسوا نام الكل وانتهى الأمر جاء أولئك المنافقون واليهود وخونت الأمة الإسلامية والغدار فيها فحملوا راية عائشة وهجموا على جيش علي وحملوا راية علي وهجموا على جيش عائشة ثم ظنت عائشة ومن معها أن علي غدرها وظن علي رضي الله عنه أن عائشة غدرته فحصل القتال وتطايرت الرؤوس كما يقال ووقعت بعد ذلك أسيرة السيدة عائشة في صف سيدنا علي المشكلة أن هناك ناس خرجوا كانوا يناصرون علي ولكنهم أظهروا أظهروا أو أظهر الله أو أبدى الله ما كانوا يخفونه من خيانة وكذب كانوا يناصرون سيدنا علي شكلا بدليل أنه بمجرد أن وقعت السيدة عائشة أرادوا رفعوا لواء التحكيم وقالوا لعلي أنت كفرت بالله ولم تحكم كتاب الله فينا فصار الخوارج والعياذ بالله فقال لهم سيدنا علي رضي الله عنه قولة مشهورة ها هي أمكم عائشة أسير عندي من يأخذها سبيه فصمتوا ولطموا على وجون وعلموا أنه لا يمكن لأم المؤمنين أن تقع سبيا في يدي أو أن تؤسر قال قال سيدنا علي والله إني لأذكر أن رسول الله قال لي يا علي إنه ستكون معك صاحبة الجمل إحدى زوجاتي فقال أنا يا رسول الله قال رسول الله نعم قال وها مصيبته قال لا يا علي لا مصيبة بعد ذلك يا علي إن عائشة ستقع أسيرة عندك فإن وقعت فأحسن إليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذه إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم حياته وبالفعل وقعت أسيرة حتى أكرمها ووقف عندها ودجها وقال غفر الله لك يا أمه غفر الله لك يا أمه وأخذ يبكي رضي الله عنه وعليه السلام أكرمها وجهزها بالعدد وأعادها معززة مكرمة إلى المدينة هذه هي أخلاق علي الكرار رضي الله عنه الذي أبى أبى ورفض أن ينزع لواء الحق إلا بيده ولوجه الله جل وعلا وأن يبسط العدل والحق بين الناس وظهر أولئك الناس الذين غالوا في سيدنا علي حتى حرق بعضهم وقالوا له أنت الله والعياذ بالله وخرج عليه قوم وسموا بالخوارج طعنوا في صميم دينه عفوا وفي معتقده وحاولوا قتله ولكنه لحسن خلقه وقوة إيمانه ما كفرهم أبدا بل قال إخواننا بغوا علينا معاوية رضي الله عنه حينما أراد أن يقاتل سيدنا علي كما تكلم شيخنا الكريم محمد صارت أيضا فتنة وكان سيدنا معاوية طبعا مخطأ في قتال سيدنا علي وكان الحق مع سيدنا علي بدليل أيضا أن سيدنا عمار رضي الله عنه كان يقاتل بصف علي ورسول الله قد بشره بقوله أمار تقتله الفئة الباغية يعني التي فيها ظلم هذا يوقع في صفوف سيدنا علي فلما رأى رسول الله عمارا وكان صاحب ذكر يقول إذا جاءته الرياح أخذته يمينا وشمالا لكنه في المعركة بفضل الله تعالى أسد المغوار فلما رأى علي عمارا قد قتلته الفئة الباغية قال أعزز علي أبا يقضان أن أراك هكذا صريعا مجندلا إذن هؤلاء يا شيخ كما قال ابن عبد العزيز والله هم سبيلهم كسبيل يوسف بين أخوته تلك دماء طهر الله تعالى بها سيوفنا أو طهر الله منها سيوفنا فلا نجس بها أسنفنا وسبيلهم ما جرى كسبيل يوسف بين أخوته ويا الشخ هو اجتهاد والله يعني نقول هناك أخطاء وهناك صواب المخطئ عند الله تعالى مآله والمصيب له أجره عند الله تعالى ولا داعي يا شيخ ولا داعي أن نجرح وأن نشتم صحابة رسول الله لأن بنظرهم إلى رسول الله رفع الله تعالى مقاماتهم ويا شيخ أود أن أذكر مسألة هنا سريعة جدا أما كون علي يقول ابن تيمية أما كون علي وغيره مولى كل مؤمن فهذا صحيح ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه وثم قال حتى بعد وفاة سيدنا علي يصبح علي مولى كل مؤمن وكذلك المؤمنون بعضهم من بعض أولياء إذن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أولئك قوم طهر الله أسلحتنا من دمائهم فلنطهر نحن ألسنتنا من الطعن بهم والسب فيهم تلك أمة قد خلت رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم واللي بخير خلي يعمل عمل الصحابة حتى لا يتكلم عنهم ولا ينالهم بسوء لأن أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع نقول ما تسمعون ونستغفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة